اشتركوا في القناة يا كلا بلمان وطاعة الرحمن شيخ فايز في كل حلقة نتنوع بعناوين مختلفة لبرنامج وقفات وعنواننا آداب المساجد ما هي أول هذه الآداب في بيوت الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلامة رسول الله لا شك أن البيوت أعظمها هي المساجد وأن المساجد لله وهذه المساجد لها آداب لا شك حتى من حين خروج الإنسان من بيته يتأدى مع قدومه إلى بيت من بيوت الله سبحانه وتعالى يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء أحدكم الصلاة فليمشي عليه السكينة والوقاب ولا يسعى يعني يمشي بتأدى وسكينة ولا يسلع بمشيه احتراما لهذه العبادة الصلاة والمساجد وربما رأاه إنسان يسعى بسعي شديد لا يلق بهذا الوصف للمصلين ومكانة المساجد شوف حتى خروجك من بيتك قدومك على المسجد تمشي بسكينة ووقار أدب عظيم سبحان الله احتراما للمساجد ومكانتها كذلك أن الإنسان إذا جاء المسجد لا يشبك بين صابعه يقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا توضى أحدكم في بيته فلا يشبك أنه بين صابعه فإنه في صلاة منتظر الصلاة بعد الصلاة عادي يشبك لكن قبل الصلاة أدب احترام سبحان الله حتى تشبك الأصابع أن هذا من عمل الشيطان أن هذا بعضهم على ما قال يبعث على الكبر على الكسل الشهد نهين عن ذلك قبل الصلاة تشبك أدب في قدوم الإنسان على المسجد حتى يفرع من صلاته التي قصدها أيضا الإنسان إذا جاء المسجد يحتسب فطواته لا يخطو فطوة إلا إحداها كتبت له حسنا يعني خنقول من الوضوء إتقان الوضوء سواء كان فيه في في المسجد أنت توضع في المسجد وتدخل أم في بيتك وتدخل استشعار هذه العداب من الوضوء إتقان الوضوء نعم من الوضوء من تكون متهية توضعت في بيتك أو في المسجد ثم قدمت إلى داخل المسجد الأداب هذه معك سكينة ووقار وعدم تشبيك وتحتسب خطواتك إحداها ترفع لك درجة وجاء في لواء تكتب لك حسنة والأخرى تحط عنك خطيئة فإذا دخل الإنسان يدخل برجله اليمنى ويقول بسم الله الصلاة والسلام على رسول الله اللهم افتح لأبواب رحمتك ولما يخرج يخرج برجله اليصل ويقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم إني أسألك من فضلك فهكذا جاءت السنة عن النبي عليه الصلاة والسلام أيضا أن الإنسان لما يدخل المسجد احتراما لبيت الله عز وجل أن يصلي تحيث المسجد قبل الصلاة عند الدخول بالقدم اليمنى والدعاء بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم افتح لي أبواب رحمة عند القدوم ودخول المسجد لم تقم الصلاة هناك من يصلي هناك من يتسنن هناك تحية المسجد هناك من يقرأ قرآن هل ألقي السلام على المصلين وهم في فطاعات وعبادات أم ماذا إذا كان بعض الناس مشغول بالصلاة أو بقراءة القرآن فهنا بعض العلماء يرى أنك لا تسلم حتى لا تشغلهم عند الحنابلة يكرى أنك تسلم على المصلي وتسلم على قارئ القرآن يعني واضح شيخ فايز أديش المسجد فيهم أن ينتظر فأنا أني يناع على كل لا حرجه على أن يسلم الصحابة كانوا يسلمون على النبي صلى الله عليه وسلم و هو يصلي كان يرد عليهم يرد عليهم هكذا يقول ابن عمر فبسط يده فجعل باطنها إلى الأرض و ظاهرها إلى السماء و رد عليهم هكذا لما سلم عليها أهل قرباء أيضا فإذا كانوا قصدوا شخصا معينا و هو يصلي نافل يسلمون عليه لا حرد هذا سلم لكن المطلوب أن الإنسان لا يشوش يسلم سلاما يسمع من عنده الذي ليس في طاحة ولا عبادة ينتظر الصلاة ممكن يرد سلم علي الله ماذا عن قراء القرآن هل يرد قراء القرآن الرد السلام يكفي واحد لو إنسان رد من الحضور يكفي عند جمهور الفقه أن واحد فالرد يكفي عن الجماعة قارئ القرآن لا حرج أن يرد على المسلم عليه إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم رد وهو يصلي بالإشارة أنا بها نريد أن نطبقها عمليا بيدي مصحف وأقرأ آية كريمة دخل عليه الشيخ فايز دخل في بيت الله طبعا أنا موجود سلام عليك وأنا قاعد أقرأ الآية وعليكم السلام ورحمة الله أكمل القراءة أو لا أستعيد من الشيطة رجيم وكمل قراءة من غير لأن الفصل يسير جدا سبحان الله قالوا لما إذا طال الفصل تستعيد أما إذا الفصل قصير تقرأ مباشرة لا حرج ما يحتاج لإفتعيد الاستعاذة أو بسمة لبعض إذا كانت في بداية السورة في بداية السورة لكن تواصل لأن الفصل يسير جدا نعم ما بعد السلام ماذا يفعل عند قدوم بعد دخول المسجد والسلام تحية المسجد تحية المسجد هنا تحية ومن ثم سنن الرواتب قبل الصلاة والله بعض الصلاة والله سؤال جيد صراحة هذا نحتاج السؤال يعني أنت الآن قدمت مثلا الصلاة لها السنة راتبة قبلها السنة الراتبة تكفيك عن تحية المسجد إذا الصلاة قائمة فريضة واندخلت تدخل مع الجماعة ما تصلي تحية المسجد كل صلاة ركعتين فأكثر تغني عن تحية المسجد لمن دخل عندي متسع من الوقت أعقد النية بصلاة بتحية المسجد ومن ثم السنة الراتبة ومن ثم هل أحرص على هذا؟ وسنة الوضوء بعد سنة الوضوء وسنة تحية المسجد وسنة الراتبة كل هذه الثلاثة تدخل به فعل واحد على وهو؟ ركعتين مثلا دخلت سنة الفجر ماذا أعقد النية؟ أعقد النية على أنها سنة مثلا؟ مجموعة كل هذا تقصد سنة الراتبة أساسا تدخل معها تبعا تحية المسجد وسنة الوضوء كل هذا لك فيها أجر شيء يذكر شيخ فائز كان عندنا أحد العمالة من الجلسية الأسوية كان يصلي تقريبا بلا مبالغة من ست إلى ثمان ركعات قبل خطبة الجمعة وهو ذهب إلى المسجد فيها سنة هذه أن الإنسان إذا جاء المسجد يوم الجمعة بالذات صلاة الجمعة ليس له سنة راتبة قبلها السنة الراتبة بعدها أما ركعتين أو أربع ركعات تصلي لكن قبلها قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء حدك المسجد يوم الجمعة قال وصلى ما بدى له حتى يطلع الإمام يعني على المنبر له أجر كذا وكذا هذه من السنة المهجورة فعلها الرسول عليه الصلاة والسلام هو كان إمام حتى عليها كان بعدها الصحابة يصلي ثمان ركعات بعدها يصلي ستا فالسنة قبل صلاة الجمعة قبل طلع الإمام على المنبر مفتوحة إن شاء الله تصلي من يتركها ما في حرج طيب بعض الفريضة التي لا يوجد لها سنة يعني سنة راتبة قبلها هل هنا أحرص على تحية المسجد؟ نعم تحية المسجد إذا كان للصلاة غير سنة راتبة مثل العشاء ما في سنة راتبة قبلها صلي التحية دخلت المسجد تريد أن تقعد في أي وقت تصلي التحية يقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا جاء أحدكم من المسجد فليركع ركعتين قبل الجلوس قبل النقاط حتى لو يوم الجمعة والإمام يخطب النبي عليه الصلاة والسلام رأس إليك القطفاني دخل يوم الجمعة وقعد قال قم فركع ركعتين وتجوز فيهن حتى والإمام يخطب يعني أليس من السنة أن أجلس وأستمع إلى الخطبة لا إذا كنت دخلت المسجد تصلي في ركعتين ما يستدخل المسجد وتجوز فيهن صل ركعتين إذا الإمام يخطب صلي ركعتين النبي قوم الرجل صلى الله عليه وسلم قوم الرجل قوم مع النقاط قال قوم فركع ركعتين حتى الإنسان دخل الجمعة وجلس والإمام يخطب تذكر يقوم صلى ركعتين لكن ركعتين خفيفتين قال تجوز فيهن خففهن فتحية المسجد مطلوبة من الناس عند العلماء الجمهور صنوا مؤكدة لكن حرمة المسجد وكانت المسجد مع هذه الحرمة أيضا للمصليين هناك بعض السلوكيات الخاطئة إذا سمحت لي شيخ فايز وحاول أن آتي من حياتنا شلون يتجاوز فلان يوخر فلان خصوصا نقول في الجمعة إذا الآخرين والمصليين ونختم بهذه النصيحة لهم نعم إذا المصليين في المسجد لا يجوز حتى ولو كان في قراءة القرآن قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أيها الناس كلكم يناجي ربه فلا يجهر بعضكم على بعض في القرآن سماحهم وارتفعت أصواتهم نهاهم تسمع نفسك لا تسمع الناس أيضا دخل رجل يوم الجمعة متأخرا يفرق الناس يتخطرهم خطر رقاب قال اجلس فقد آذيت وعانيت نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تخطر رقاب يوم الجمعة دخلت في متسع مكان أقعد صلى التحية وأقعد اللهم ارزقنا هذه الهداب وإن شاء الله نطبقها بإذن الله ما استطعنا يا رب العالمين في بزان حسناتك الشيخ فايز آمين أجمل حياك الله شكرا ووصول إليكم مشاهدين الكرام على حسن المتابعة أينما كنتم دمتم في حفظ الله وراءته فما الله شكرا